انا دائما اقولها احنا ليس هناك ثابت في التعامل السياسي هناك متغيرات دائمة وهناك تغير في المواقف يعني الان هناك كتلة جديدة مثلا انطلقت كتلة الصدارة الكثير من ان هؤلاء خصوصا بها شخصيات تعتبر سياسيا سخصيات معتدلة هادئة طرح خلال الفترة القادمة ان يكون مرشح تسوية ايضا من خلال الصدارة او من خلال الصدارة يطرح كانت هناك بعض الطروحات في هذا الجانب وايضا لا تنسين انه خروج نواب بدون الالتزام بكتلة جديدة او العمل مع كتلة جديدة سيتركهم في باب العمل اللي نسميه او نقول العمل اللي هو غير مرسوم على ايقاع معين سياسي من خلال كتلة سياسية يعني هذا كله اشوف ارباك في المشهد باك في الصورة عدم وضوح رؤية عدم وضوح يعني فكرة انا دائما اقول انه عندما تختلط او تتكاثر الافكار حتى بعملية المفاوضات او الجلسات للخروج بمرشح توافقي او بمرشح ينضي او تحت كل هذه الافكار وتذهب او يذهب باتجاه ان يكون هناك واقع يجب يعني دائما مواجهة الازمة او الازمة بمواجهتها هو الحل الها الذهاب الى قبة البرلمان والحسم يكون هناك الكتلة التي تمتلك كما قلت التأثيرات السياسية لان احنا شما نملك من مقاعد كتل سنية الحسم سيكون من خلال الكتلة الاكبر التي هي ستحسم فوز احد المرشحين بالمقاعد التي تمتلكها 180 مقعد او اكثر من 180 مقعد هذا سيغير الكثير من الامور او سيحسم الكثير من الامور باتجاه انتخاب رئيس لمجلس النوار اذا انت دكتور عمار كمشاهد وملاقب المشهد السياسي ماذا سيكون او سينجز بانتخاب رئيس حسب ترجيحات الشخصية يعني حسب ما نراه وحسب ما يعني اذا ظل هذا الحال او عدم الاتفاق كل طرف يعني شوفي اكون كثير خلال الفترة القليلة الماضية كثير من كان هناك محاولات للتفاهمات والتنازلات وتقريب وجهات النظر يعني ما نقدر كش نحكي بالمباشر ولكن تصلين الى اللحظات الاخيرة ويحدث شيء او يحدث امر على لا تتفق او لا يكون هناك حملية اتفاق قلت لك هناك تحرك سيكون او تحركات بدعت قبل ايام وستبدأ او ستتعزز خلال الايام القيادة القادمة لمحاولة التقريب بوجهات النظر والخروج بمرشح تسوية او مرشح تمضي به الكتل السياسية او اذ لم يتم هذا الخيار فالخيار سيكون تحت قبة البرلمان ان تذهب الكتل السياسية بعد اتفاق على عقد جلسة هذا في حال اذا لم يعدل النظام الداخلي وكرر هذه النقطة اذا عدي للنظام الداخلي ستتغير كل هذه التشكيلة وستكون هناك اسماء جديدة وتقاربات جديدة سياسية ورؤية اكثر سياسية ستكون باتجاه حسم الرئاسة لكن اذا لم يتم تغيير النظام الداخلي فستذهب باعتقادي او توقعي او معلوماتي الكتل السياسية السنية تحت قبة البرلمان وحسم هذا الموضوع بايضا قوة تحالفاتها وعلاقاتها وتأثيراتها بانتخاب اسم معين يكون هو رئيس مجلس النور موسيقى